أبو خالد لو صحت هذه الأنباء ما هو الموقف طبعا يابو بدر الأمور هذه طالما اللاعبين لم يدخلوا فترة ستة شهور فهذه من المحظورات في عالم الاحتراف في القانون الرياضي كله هذه مخالفة كبيرة طبعا طبعا ولكن كيف تثبتها شهادة اللاعبين مثلا ممكن تكون إثبات شهادة اللاعبين المراسلات يابو بدر عن طريق الجوال السماع من الأطراف كلهم ولكن يجب أنها تثبت لا يمكن أن تأخذ وتصدر قرارات في أمور كلام مجرد فقط ولكن الاتحاد لم يتقدم بشكل رسمي أكيد يكون عندهم فيها إثباتات على الأمر هذا ولكن ابو بدر من الأمور المحظورة صراحة ممكن توصل العقوبات فيها إلى التوقف فترتين ومنع التسجيل فترتين فأعتقدنا مخالفة كبيرة لو تمت ولكن نستمر الأمور هذه بالشكل هذا أنا أعتقد لازم الاتحاد السعودي يكون قوي في هذه الأمور ووقف هذه الأمور خاصة حين نسمع يا ابو بدر عن وفاق نسمع عن اتفاق بين الأندية ميثاق شرف بين الأندية كل مسؤول يأتي في الرياضة السعودية يكون حريص على هذا الأمر فإن شاء الله أن تكون هذه الأمور أتمنى أن تكون صحيحة يا ابو بدر